مش عزانسة طبعا بارك لزميلي وصديق العزيز السيد اعماد خليل او النائب اعماد خليل طبعا رئيس تحرير برنامج صباح الورد على اختياره طبعا من قبل المعاينين من قبل سيد رئيس عفتاح السيسي هيكون احد الاعضاء ان شاء الله بعدها بي عنده برضو مجهود كبير جدا احد وجوه الشابة اللي عندها مجهود كبير باذن الله ومحمل كمان بكتير من القضايا الشاببية اللي هيقدر يناقشها داخل مجلس النواب وهنتابع كمان اداءه اول بأول ان شاء الله ومش هيبقى بعيد عن النجد مش هنهوز امالنا في صباح الورد هيكون بعيدة عن النجد لو فيه اي تأثير ولكن ان شاء الله هنعند ثقة فعامات باذن الله وكتير من الوجوه الشابة اللي موجودة ان شاء الله سواء الموسلين من تنسيقية شباب الاحزاب او من اللي تم انتخابهم من قبل الشعب المصري